الآن هنعود إليكم لكن بعد لحظات هيكون أكيد معنا لقاءات تانية مع مندوبين كتير موجودين من الأندية بعد إدلاءهم بصوتهم في العمل الانتخابي طيب طه خليني برضو أسألك احنا كنا بنتكلم عن 124 نادي ليهم أحقية التصويت وبالفعل اكتمل النصاب القانوني ولكن تقدر تقول لنا نسبة الأندية فعلا اللي جدت من 124 نادي السؤال تاني بس مرهام بقولك أن احنا بنتكلم أنه النصاب القانوني بيتكلم أن 124 نادي ليهم حقية التصويت بوصول 33 نادي فقط هيكون فيه انتخابات بيتم إبرامها فأنا عايزة أعرف بالزبط عدد الأندية اللي بالفعل وصلت واللي هتكون بتصوت النهاردة يمكن آخر عدد احنا رصدناه من خلال متابعاتنا اللي موجودين جوه هم 114 نادي هم اللي حضروا يعني أكيد مع نهاية العملية أكيد هنحصر الأسماء بالزبط وإيه الأندية اللي ما حضرتش لكن هو النادي الأبرز اللي ممكن ما شوفناهش أو هنتأكد كمان منه الوقتي هو نادي الزمالك اللي ما حضرتش إلى الآن لكن أكيد هنرصد أسماء كل الأندية وفي خلال العملية الانتخابية لكن انضم لنا الآن أيضاً أحد ممثلي أحد أكبر الأندية في مصر نادي الإسماعيلي طبعاً أبشبان سخيط برحب بحضرتك وأكيد طبعاً نائب رئيس مجلس دارة نادي إسماعيلي وأنتوا لسه طبعاً كنتوا قريبين بتتولوا المسئولية النهاردة كمان بدوركوا على طول بتولوا بقى مسئولية أخرى لمجموعة أخرى ولكن هنا بقى على التحاد الكرة أو الكرة المصرية بشكل عام كلمني بشكل عام عن الرؤية اللي انتوا شايفينها للكرة المصرية الفترة القادمة وانتوا واحد من أكبر الأندية في مصر وقضب كبير في الكرة المصرية والله هو موضوع واحد مهم جداً أولاً بنتمنى التوفيق لأي مجلس دارة يمسك اتحاد الكرة لكن هو يعني كل الكرة في مصر بتطلب من اتحاد الكرة حاجة واحدة بس هي إزاي تشجيع الأندية الشعبية وتحجيم دور الأندية الشركات والمؤسسات يعني يبقى لها ضوابط معنى التحجيم إنه يبقى لها ضوابط نعرضه لو أي نادي ولكن لكم مثلاً في ألمانيا مثلاً أما تيجي شركة عايزة تعمل نادي لازم تاخد مدينة يعني لايبزيج مثلاً نادي لايبزيج في شركة غازية عايزة تعمل فريق في الدوري لا أخدت نادي مدينة عشان خاطر المحافظة على الجماهرية الأندية الكرة هي جماهير العائد من الكرة القدم هي الجماهير فالأندية الجماهيرية هي أساس للكرة في مصر إحنا عندنا في إنجلترا حتى في إنجلترا المدن مثلاً غير العاصمة بيبقى فيه عدد محدد للأندية في المدينة ليه لازم يبقى لها مواصفات ليه لازم يبقى لها جماهير لها بعدد معين فإحنا هنا في مصر عندنا مشكلة كبيرة جداً هي إن الأندية الجماهيرية في اندثار الأندية الشركات والمؤسسات بتضغى على هذه الجماهير نفسنا نشوف تاني الشرقية منصورة، دومياط، المينيا، الأسوان كل الأندية الجماهيرية اللي هي كانت تتحدث عن الأندية الشعبية بسيطة أحد أكبر الأندية الشعبية ده مظبوط نادي إسماعيلي معروف بتاريخه وشعبيته لكن إحنا بنتكلم إن الدور المصري والكرة المصرية محتاجة الأندية الجماهيرية محتاجة يعني وضع قواعد لزيادة عدد الأندية الشعبية في مصر إحنا كان عندنا زمان دور الشركات هو مفروض أندية الشركات دي تلعب في بطولة الشركات تترك الكرة المصرية أو الدوري والكاس للأندية الجماهيرية تستطيع أن أي شركة نادي عندها ميزانية للتسويق والإعلانات تقدر تبقى هي الراعي لفريق شعبي ده هيكون لصالح كرة مصرية مش للأندية بس ده كله بيصب في المنتخب المصرية يعني معلش يعني أنا هقول جملة مش عارف مفروض تتقلع تفزينه لا ما يكون ناديين معلش يعني هم الشعبين بيلعبوا مع بعض ما فيش ثلاثة أربعة بيتفرجوا على الماتش يعني أنا مش عارف حتى يمكن كرة أصبحت استثمار وأكيد إحنا اللي بنشوفه النهاردة في أطور يعني المال يتحدث والاستثمار يتحدث لكن تظل للأندية الشعبية أكيد ده مطلب وأكيد ده رؤية أنتو بتتمنوها كنادي شعبي وللآخرين من الأندية الشعبية من الاتحاد القادم لكن نتكلم عن ما يحدث الآن أنت دخلت ناقشته الميزانية صوتته معلش بقى هلها ممكن تعلن عن القائمة اللي اخترتها ولا لأ وشفت إزاي العملية الانتخابية بشكل عام وما يحدث داخل مقر الاتحاد الآن العملية الانتخابية كانت منظمة جدا كان بفتخر حيب المبنى العظيم اللي عمله يعتبر إلو إنجاز من إنجازات اللجنة والمجالس السابقة اتناقشت كل البنوت بكل احترام كان في عضو من الفيفا موجود لمراقبة العملية الانتخابية والجمال العمومية اللي حيث كانت منظمة جدا طبعا احنا مش قدر نعلم قائمة لديناها لأن دي يعني مش قدر كل الغرض من هذا الموضوع وأن احنا نتمنى إن المجلس الجديد لاتحاد كرة القدم يعني تكون أهدافه رفع مستوى الكرة في مصر يتماشى مع سياسة الدولة في تشجيع الرياضة اللي هي همها كرة القدم طبعا وتكون في عملية تنظيمية مختلفة عن السنين اللي فاتت لكل المسابقات المصرية كل التساوي في الحقوق والواجبات للأندية والمسؤوليات ده نتمنى إن شاء الله وأنا متباشر إن شاء الله أن الفترة الجاية هيكون فيه اختلاف الكرة المصرية إن شاء الله بمشكرك لكن على الهامش برضو احنا في يناير وانتقالات يناير ونادي الإسماعيلي والشعبية فيه جديد؟ إن شاء الله احنا ماشيين على طريق يعني احنا جبنا لعيب كويس قوي سنتر فيرويد منتخب بوليفيا إن شاء الله فيه لعيبة تانية على أعلى مستوى إن شاء الله احنا فيه تفاوض معاها بطمن جماهير الإسماعيلي ومحب الإسماعيلي في كل مكان احنا ماشيين كويس قوي طبعا في يناير العملية بتبقى صعبة شوية وخصوصا لما يكون نادي زي نادي الإسماعيلي عايز لعيب على مستوى النادي الإسماعيلي والطموحات جماهيره فده ما يبقاش سهل في الموضوع بيبقى الموضوع بياخد شوية وقت لإن ده بيبقى تفاوض مع نادي وبتفاوض مع لعيب ما بندورش على لعيب الفري إلا زي كان كويس قوي دي طبعا بتبقى عملية صعبة وخصوصا في يناير يعني العملية صعبة حتى تخيل موضوع المفاوضات المشي ازاي لكن احنا في الطريق الموضبوط إن شاء الله يعني هيبقى فيه أيام الجاي أخبار كويسة قوي لجماهير الرنادي الإسماعيلي ومحبيه يعني فيه حد من القطبين حينضم للإسماعيلي صحية الأخبار لا مش هنقدر يعني أنا مش هنقدر الحقيقة أقول معلومات أو أخبار لأن ده يعني مش في صالح أي صفقة بالتم لكن احنا مشين في جميع الاتجاهات لكن فيه ولا ما فيش مش شرط الأسامي يعني بس لا يعني أنا يعني أنا مش عايف حدركت أصدمين بالتحديد لكن احنا شغالين مع الناديين ومش عايزة أقول ناديين بس أنا عايزة أقول احنا شغالين مع كل الانديات مصر للعيبة محددة تصلح للعيبة في النادي الإسماعيلي أي لعيب يصلح للنادي الإسماعيلي وإحنا محتاجينه بالتفاوض مع نادي ومع اللاعب لإن شاء الله يكون في حد كويس إن شاء الله قريب بس أهلا بيك متشاكر أوي متشاكر جزيلا يعني مرهاني يحيا ممكن زي ما أنت شوفتوا مدين إسماعيلي واحد من الأندية الشعبية اللي أكيد مهم جدا طبعا نكوننا نسمع رأيهم في الحملية الانتخابية وأكيد كمان على هامش دان احنا نطمن ونطمن كل جمهير الكرة الإسماعيليوية عن انتقالات يناير وإحنا في مركاته يناير أكيد طبعا كل التوفيق لكل الأندية وللصالح الكرة المصرية زي ما بيتمنى لبعض وأكيد سمعنا من كل المندوبين اللي ظهروا معنا رؤيتهم وأمنياتهم للفترة القادمة للكرة المصرية أكيد هنفضل معكم على مدار الساعات القادمة إلى أن تنتهي العملية والإعلان عن القائمة التي فازت برئاسة اتحاد الكرة المصري لكن الآن تعود الكلمة لكم بنشكرك يا طه أكيد شكرا جزيلا محمد طه زمن أكيد من مقر انتخابات اتحاد الكرة أكيد لكل